اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضيفه اخرى او احنا نضيفه احنا احنا تواحشتنا بهذه الماء اللي باش حتيت الطاجين بتهاي طواما عليكم باش نقليها مشوية على الطاجين وبعد نوزوهم ان شاء الله نرحيهم بالنسبة للبس باس حبيت الحلاوة والدراع اراني اغسلتهم وخليتهم كما تشوفوا هون يقعات في المنزلة خطر خليته هوني شيئ كل دنيا سخونة نظام مهم بارشا نحن نقيوه ونغسله بالنسبة للحومص خليته حضر خضر فيه برشا خدمة وخذيت الحمص يعني جاهزة وعنا هوني بتبعت الحالة الجلجلين كما قطعكم على كيلو جلجلين نعملو رطل الحمص يعني دراع نجموه تعملو 50 جرام 50 جرام حبة حلاوة كما تحبوش باش يعني بسم الله طاجين بتاعنا سخون باش نمشي وتواب شوية بشوية مع هذا الجلجلين باش خليتني اكوتى وباش نخوف الباقي نضاك هوني باش نحط يعني البس باس نضاك هوني بشوية كهو خاطر باس مكتعرفوا معني والنار ما تكون شاقوية باس جوية بشين اخوة بسمك نحن باس شو نحط بتواب حبة حلاوة كيف كيف زادا انو التاجين بتاعنا سخون اضعنا الدراء نقاعد المهتم كيف اضعنا الدراء لا تظهر جرجلين كمالنا الدراء استخدنا الدراء استخدامنا الدراء النجstag السجن اضع الزيت نكمل الجلجلين كيلو جلجلين نجمو تعملو مع اكثر كمية جيكم باية كيلو جلجلين خير وبرك نكملو هذوما الحمص نضيف الملح يضيف ملح كيلو جلجلين كمية جلجلين كمية جلجلين نضيف ملح نخلط الكورن أهم شيء يبرد يسعرق وقيمة الملح اول ماء ماء او ماء دعوني برد ندعه دعوني او طوى البيع كيف نقضي برد هاي البسيسة تمتعنا ماذا بيكم دعوني كما مستنسي نوريكم اقبل في قطعة مطاع قمش لا اقوم بساشي كيف اصلت ؟ هذا الابسيسا متاعنا و اريكم كيف اضع الجلجلين ها هو يطرح على واحده انتجبوا الابسيسا متاعي انتشاهوا بسم الله من برسة لحنا كنشيبوها نغرب لوها الريحة ما شاء الله ما نحكي القمش قم في إساك الان نحن محرك في المدينة حيث تريد خدمة الان نحن تفرغب الان فقط فقط نحن نقلي ونحضر وفحاتنا وكل أهم حاجة في البسيسة الكل هي طريقة الراحي كما تشاهدون هنا يعطيه الصحة نبدل هنا لحقيقة السلد ديما أكبر لاشقال اللوح متاعي لنجم الخلط فيها ونخلطوها ان شاء الله مبعضنا نضيف قشور بوردغيت عندي مانية حاضرة لحقيقة ننضيفه هنا اذا كعلي شمعها هزيت شمعية دون قلت بشنا ننضيفها خليت هوني مغرفتي بكبال اذا ما تحبوش ما تحطوش فيها وهوني بشنا نضيف بشوية جلجلين ونخلط بسم الله حسنا مصرح بشوية جلجلين ونحن نضيف بشوية جلجلين ونخلطوها تكسارها ديما بتاعي بلقدوكم مشخلطوها مبعضنا خذيت الكمية الي بشخلتها بالنسبة هوني الكمية السكر محور كل واحد كيفاش يحب برشا حلوة ولا شوية احنا ما ضابينا نقصو بالتباعة في كمية السكر ونحن نخلطو هوني مش ناخدو بالتباعة الزيت زيتونة نجمو بعد ما خالطو نضوق وكان هي نجمو نضيفو كيف ما نحب نحن نخلطو الزيتونة نحطو الزيت ونخلطو بالتباعة على خاطر حتي معناي فهم من الجلجلين الجلجلين تاوي يقرر معناك الزيت متاعو مش نضيف زيت الشمية ونضيف حتي البوفريوه يعني عندي هوني الشمية بشاذبها كيف كيف نحط شوية زبيب اختار يا راوكل واحد كيفاش يحب اضيف زيت يجب أن نضيف حتى البفريوة كما لديكم البفريوة مرحية شفاكية معناه بفريوة أنا حبيت نعملها شمية وحطيت شوية معناه بكل بسم الله الرحة ما شاء الله هذه هي البسيسة لا يجب أن تكون مناجيريا أنا حطيت شمية كما شفتوا ونوعين من الزبي تنجموا تحطوا الى اللي تحبوا عليه نحن نحاول نحط هكذا نحط زادة في ديبوت يعني على الصغيرات والكل هذه هي الشمية بعد ذلك هذه هي غصيتنا والفيديو متاعنا اليوم حبيت نبرتاج معكم عصيدة الجلجلين نبنينا برشة على حقيقة والطريقة كيفية نحضرها في الدار وبيننا كما نقول وحنا ومضافة إن شاء الله أنتم زادة تجربوها سيقومون مزل مجربة ويقول لكم جربوها راي ابنينا برشة معنيها كبسيسة لأنه ما شاء الله أنواع البسيس ما شاء الله برشة أنواع لكم كيفية قدمت البسيسة لا تنسوا أنتم زادة تجربوها كان عندكم أي استفسار مرحبا بكم على قناتي على اليوتيوب خليولي نجاوبكم بلي نعرف ربي فضلكم من الناس الكل في أمان الله رد بكم على روحكم ربي خليكم السلامة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر